ننتقل بكم الآن إلى نيامي وهذه الكلمة لعبد الرحمن تشياني رئيس المجلس الوطني الانتقالي في النيجر نتابع أيها النجيريين ونيجريات الأربعاء في 27 من مارس 2023 نعرف أن القوات الأمنة التي عملت على حماية هذه الأمة أنهت الجمهورية السابعة في البلاد ونعرف أن أعمال هذا المجلس تأتي من الرغبة والإرادة في الحفاظ على أمتنا في وجهه من جانبا إلى تدهور المسترمر للوضع الأمني في بلادنا علما أنه لم يتم سماح لنا بتوصل إلى أي حلول الخرجوج من هذه الأزمة ومن جانبا آخر أن حوكمة الاجتماعية والمالية والنقدية سيئة أيها سيدات والسادة فيما يتعلق بالمسألة الأمنية أولا أقول أولا أننا نتكلم عن الوضع السياسي بشأن الوضع الأمني في البلاد وذلك علما أن بعض دوائر سياسية على النطاق المحلي والدولي تريد أن تسير الأمور بطريقة المناسبة ولكن نعرف أن هناك خطورة الوضع الأمني في النجار الذي يهددنا والتي تعيشه قوات الدفاع عننا بالإضافة إلى السكان برمتهم من خلال النسبة الوفيات والنازحين والإهانة التي نتعرض عليها بالإضافة إلى خيبة الأمل التي نواجهها نحن نعرف أن كل هذه الأزمات في مختلف المناطق منها بقورة وغيرها تذكرنا جميعا بالشكل لي كافي وفي روحنا هذه الحقيقة المريرة التي كنا نعيشها يوميا فلا عن ذلك نحن بكل تواضع وصراحة علينا أن نعرف ما إذا إذا المؤجد حلا للأمن في النجار سيسمح لنا أيضا بالحفاظ على أمن عائلاتنا وأصدقائنا وقرانا وبلادنا وإذا بإمكاننا الاستمرار بشكل هذا الشكل من خلال هذه المقاربة نفسها واجهة الفاعلة عينها والنتائج المذكورة عينها بالتالي يعود لنا إلينا كل نيجاري وكل نيجارية وكل سكان هذه البلاد أن نعمل على المحاولة النجاة والحفاظ على المصالح الوطنية للنيجار ونحن من أجل الحفاظ على هذه البلاد نحن نقر بأن كانت الأفعال السابقة سلبية وكانت المقاربة الأمنية السابقة لا تسمح بالحفاظ على أمن وسلامة بلادنا على الرغم من التضحيات الكبيرة التي قدمها النجاريين بالإضافة إلى كل الجهود المفذولة من الشركائنا الخارجيين بل بالعكس النتائج لم تكن على قدر توقعات النجاريين وكلها ليس بإمكاننا الاستمرار مع المقاربة عينها كما تم اقتراحه وذلك بخوفا من أضمح طالي هذه الدولة بالتالي ولذلك قررنا التدخل مباشرة وتحمل مسؤوليات ولكن كنا نتوقع سابقا كل خطوات اللازمة وكنا نتوقع من الحصول على معرفة تقديرا من القوات إلا من كوبص لمعرفة كيفية تحسين البلاد ولكن نحن الآن نعمل من أجل توحيد هذه البلاد وعلينا أن نتساءل بشأن المواضيع التالية ما هي السياسة الأمنية التي تسمح لنا بتحرير العديد من الإرهابيين بدون الحصول أي ضمانات لبلادنا وذلك خارج القانون وعلينا أن نعرف ما هو التجنيد لأسباب سياسية حسب بأكثر من مئات الألاف من أشخاصنا خارج المسارات العسكرية التقليدية وبضعهم تحت الإرادة السياسية في هذه البلاد وعلينا أيضا نتساءل عن ما هو قرار القائد الأعلى الذي عمل على تحرير اللصوص الذين كانوا مصلحين وذلك بهدف الحفاظ على مسلحه ومصالح أصدقائه ونريد أن نعرف لماذا القاعد الأعلى للجيوش كان دائما يطالب من الجنود الذين ينزعون من أجل حياة إذن رئيس المجلس الانتقالي في النيجر والذي عين للتو عبد الرحمن شاني يتحدث عن الظروف التي أدت إلى هذا الانقلاب يقول بأننا قررنا التدخل وتحمل المسؤوليات بسبب الوضع الأمني المتدهور ونعمل من أجل توحيد البلاد